الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزذنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعض في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب الرابع والثلاثين بعد السبعمائة باب الوصية بالثلث في هذا الباب حديث واحد هو الخامس والثلاثون بعد الثمانماء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير ابن عباس في هذا الحديث يقول لو غض الناس إلى الربع يحتمل أن تكون لو للتمني والمعنى أتمنى أن ينقص غض يعني الإنقاص وغيض الماء وقضي الأمر واستواته غيض نقص كل المؤمنين يغضوا ينقصوا من أبصارهم عن النظر المحرم فالمعنى أتمنى لو ينقص الناس في وصاياهم عن الثلث فيكتفوا في الوصية بالربع فقط ويحتمل أن تكون لو شرطي وجوابها محذوف تقديره لو غض الناس إلى الربع في الوصية لكان أولى وأفضل هذا محتمل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لما أراد الوصية قال له الثلث أي الوصية تكون بالثلث ولا تزيد عنه ثم قال والثلث كثير أي الوصية بالثلث كثيرة هذا الحديث يذل على جواز الوصية بالثلث ابن رجد قال وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة واختلقوا في من لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها هل هو الثلث أو دونه وإنما صار الجميع إلا أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث من له ورث لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعد بن أبي وقاص في مرضه فقال له يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى ولا يرثني إلا ابنة لي فأتصدق بثلثة مالي قال صلى الله عليه وسلم لا فقال سعد فالشطر بالنصف قال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ثم علل ذلك قال إنك انتظر تترك ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم تتركهم عالة فقراء يتكففون الناس اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث من لا وارث له مالك لا يجيز ذلك وكذلك الأوزاعي واختلاف فيه قول أحمد وأجاذ ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ساب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعل التي علله بها الشارع أم ليس بخاص وهو أن لا يترك ورثته على يتكففون الناس كما قال صلى الله فمن جعل هذا الحكم خاصا بما فيه هذه العلة وجب أن يرتفع الحكم بارتفاعها يعني إذا لم يكن عنده ورثة خلاص الحكم ينتهي ومن جعل الحكم عبادة أي حكما تعبديا وإن كان قد علل بعلة أو جعل جميع المسلمين بمنزلة الوارثة قال لا تجوز الوصية إطلاقا بأكثر من الثلث ثانيا أن الوصية بأقل من الثلث أفضل وقد قال بهذا كثير من السلف كما أفاده ابن رجد وهذا ما يعني رجاه أو تمناه ابن عباس رضي الله تعالى عنه حتى لا يترك ذريته وورثته فقراء يسألون الناس أعطوهم أم منعهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وأبناءنا على الحق اللهم أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر